بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة الثانية قرارات سير وإدارة التكلفة حنبدأ مع الأداة الثالثة من أدوات إدارة التكلفة ألا وهي محاسبة استيلاك الموارد Resource Consumption Accounting RCA ما هي محاسبة استيلاك الموارد؟ هي مدخل شامل ومتكامل لنظام إدارة التكلفة وانتشرت على نطاق واسع في الفترة الأخيرة من القرن الماضي الميلادي نتيجة التطورات التي حدثت في نظام المحاسبة الإدارية في دول أوروبا والولايات المتحدة وتعتبر محاسبة استيلاك الموارد RCA مزيج بين نظام التكلفة على أساس النشاط ABC ونظام إدارة التكلفة الألماني GBK محاور التركيز لمحاسبة استيلاك الموارد إن محاسبة استيلاك الموارد تركز الانتباه حول تلات محاور تتمثل في الشكل التالي الموارد العلاقات التشابكية المتدخلة بين الموارد كيفية استيلاك المخرجات للموارد النظم التي نشأت منها محزبة استلاك الموارد يتناولها الشكل التالي نظام التكاليف الألماني اللي هو الجي بي كي دمج مع نظام التكاليف على أساس النشاط اللي هو الأي بي سي لما يحصل دمج بينهم ده بيؤدي إلى إيه؟ الجي بي كي استخدام عدد أكبر من مراكز التكلفة القيام بفصل التكاليف عن مخرجات الموارد الغرض من قياس مخرجات الموارد بصورة كمية وبصورة مالية على حد سواء نظام التكاليف على أساس النشاط الأي بي سي تجميع عدد أنشطة في مركز تكلفة واحد وجود تعقد في العمليات نتيجة استهلاك الموارد بواسطة عدد أكبر من الأنشطة أن المعلومات الناتجة ستفيد وتدعم نظام المحزبة المالية لما يحصل دمج ما بين الجي بي كي والأي بي سي نتج عنه الر سي اي محزبة استهلاك الموارد ومحزبة استهلاك الموارد تقوم على الشكل التالي ببدأ بالموارد عن طريق تحديد العلاقات التشابقية لمتدخلة بين الموارد مثلا مورد A بيخدم مورد B والعكس صحيح مورد C بيخدم مورد D والعكس صحيح كذلك الA والD بيخدموا بع والB والC بفي علاقات تشابقية ما بين مجموعة الموارد المتاحة بيبدأ كيفية استخدام الموارد على موضوع القياس التكاليفي لقد يكون الأنشطة العمليات المنتجات العملاء